السينما السعودية اليوم في تجارب كثير في أسماء كثير من المخرجين الشباب طالعين و عندهم تجارب و أيضا الرؤية في موضوع جودة الحياة تتحدث عن مبادرات تخص الأفلام المحلية هل نحن اليوم دلينا الدرب و سكنا الخط و لتونا و ما نحتاج أنا أعتقد لو قرأنا الرؤية بتمعن و فهمنا أهدافها و فهمنا ما يقدم و ما قدم على سبيل المثال لما نغير مفهوم السجادة من الأحمر إلى الزهري إلى البنفسجي الناس إلى الآن ما هم فاهمين هي الدولة لما المقام السام يسأل وزارة اسمها وزارة الثقافة في رأيها في هذا الموضوع يعتمد لها رأيها معناها أن الدولة تنظر إلى استخدام الإرث التراثي للمملكة الكبير و دعمه في الرؤية للشباب و إحنا الحمد لله بلد يعني لو ترجع لتاريخنا و عانينا كثيرا عانيت في المهرجانات كثير من خلال لقاءاتي بأننا دولة رجعية و متخلفة و دولة بترول و أنا كنت أقولهم لا إحنا أرض نزل أرض الأنبياء و الرسل هذا من ناحية المنبع لكن كصناعة أنا بوصل لها أنا معين دقيقة بس واحدة هذا الإرث اللي هو أرض آدم و حوة أرض الإبراهيم أول بيت ببكة كل هذه الأشياء تولز موجودة نقدر الشباب يتناولوها في مواضيع مختلفة يرسلوا الصورة الحقيقية عن المملكة المملكة أرض غنية بالتراث والتاريخ و الآن انفتحت للعالم و فتحت كنوزها و فتحت السيادة لدرجة أنه في عندنا مواقع تصوير وزارة السياحة تدعمها للتصوير و الشباب يشتغلوا فيها ما كنا نحلم في يوم من الأيام أننا نقدر ندخلها و نصور فيها الرؤية عطتنا هذه الفرصة و أعتقد أن الشباب يعني في يوم من الأيام كانوا يقولون أن الشعر هو ديوان العرب فأنا أقول السينما هي ديوان المجتمع الجديد شكرا لك شكرا و محمد على هذا اللقاء